اهلا بكم الى هذه النافذة التي نرصد لكم فيها ابرز ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي ونتعرف سويا على اصل الحكاية وحكاية اليوم مشاهدين الكرام عن استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصحفيين المحررين في العصمة المؤقتة عدد وشدد على دور الصحافة الوطنية في الدفاع عن الحريات العامة وحيا نظالم الوطني الكبير اذا محللون سياسيون وعسكريون وصحفيون ونشاطات تفاعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبوا عدد من التغريدات تستعرض لكم بعض منها وبداية من حساب رئاسة مجلس الوزراء في تغريدة له قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك استقبل الصحفيين عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري والحارد حميد وأكرم الوليدي وهشام طروم وحسن عناب المحررين من سجون ميليشيا الحوثي مثمنا الدور الوطني للصحفيين في مساندة الشرعية والنظام الجمهوري وما يقدمه من تضحيات لإعلاء كلمة الحق وقدم التهنئة للصحفيين الأربع المفرج عنهم مؤخرا ولزملائهم المحررين في عملية تبادل سابقة موجها بتقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم في مختلف الجوانب منوها بشجاعتهم ومواقفهم من منحازر الشعب والقانون والدولة ورفض الانقلاب وأكد حرص الحكومة العمل على إطلاق باقي الإعلامين والصحفيين والنشطاء من معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية لافتا إلى ما تعرض له الصحافة والإعلام من موجة قمع وتنكين لم يسبق لها مثيل منذ الانقلاب الحوثي ووزير الإعلام والثقافة والسياحة دكتور معمر أليرياني أيضا في تغريدة له قال تشرفت اليوم بمرافقة زملاء الصحفيين المحررين من معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران أثناء لقاءهم فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بحضور معالي الدكتور يحياء الشعيبي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ترجمة لاهتمام الذي يوليه فخامته بأوضاع الإعلامين والصحفين وتوجيهاته المستمرة بالاهتمام بهم وتبني قضاياهم إيمانا بأهمية ودور الصحافة والإعلام في معركة بلادنا وشعبنا لاستعادة دولته وترسيخ الأمن والاستقرار وأنسيم البعث أيضا في تغريدة له قال استقبل فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر مع الشيخ في العاصمة المؤقتة عدن الصحفين الأحرى الذين تنفسوا هواء الحرية من سجون الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني في اللقاء أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس على انخار استهانيه بالحرية للصحفين الأربع المفرج عنهم مؤخرا كما جدد التهنئة لزملائهم المحررين في عملية تبادل سابقة بعد سنوات من التغيب والإخفاء في ظروف بالغة القسوة وأشهد الرئيس بالصحفين المحررين وشجاعتهم وصبرهم الملهم للصمود الأسطوري في وجه الميليشيا الإرهابية والمساهم الفاعلة في إبقاء شعلة التغيير وهجاء نحو مستقبل تشارك في صناعته كافة القوى الوطنية والمجتمعية وأضاف أن الميليشيات لم تجعل من آلهتها القمعية تهديدا فقط لبيئة العمل الصحفي ولكن أيضا لمكانة هذه المهنة الجلية من خلال المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والعنصرية خلافا لصورتها الذهنية في الذاكرة الشعبية والوطنية والمرتبطة بالحقيقة والمعرفة والتنوير ومناصرة المظلومين أحمد عيض أيضا في تغريدة له قال بعد لقائهم رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العريبي رئيس الوزراء يرتقي الزملاء الصحفين المحررين في عدن ويشيد بدورهم في مساندة الشرعية والدولة والنظام الجمهوري حضر اللقاء وزير الخارجي أحمد بن مبارك ووزير العلام معمر الإرياني وعصام بلغيث أيضا في ذات السياق في تغريدة له قال رئيس الوزراء يلتقي الزملاء الصحفين المحررين في عدن ويشيد بدورهم في مساندة الشرعية والدولة والنظام الجمهوري عارف أبو حاتم أيضا في تغريدة له قال رئيس الجمهوري استقبل في عدن الصحفين المحررين وأشدد على دور الصحافة الوطنية في الدفاع عن الحريات العامة وأحيى نظارهم الوطني الكبير يوسف حازب أيضا في تغريدة له قال رافقنا الصحفين المفرج عنهم في لقاء مع رئيس الجمهورية دكتور رشاد العليمي كان لقاءا مثمرا وابناء أتمنى أن تكون انعكاسات نتائج الإيجابية على الحريات الصحفية باليمن وبشكل سريع بما يسهم في حماية الصحفين والحريات الصحفية ومنع إفلات مرتكبية الجرائم والانتهاكات ضد الصحفين من العقاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر